وَلَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَرِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْهَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعل أعمالكم خالصة لوجهه الكريم كما أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح العمال وأن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوي سرنا أن نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملكي السلام عليكم أي شيخ عبدالله لا توحييك تحية مباركة طيبة كما أحيي إخواني القائمين بهذا البث من استديوهات الرياض ومن استديوهات مكة المكرمة وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه لذلك والله المجتعان اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء نذكر الإخوة بأننا نتلقى اتصالاتهم وأسئلتهم على جوال البرنامج صفر خمسة صفر واحد سبعة ثمانية خمسة خمسة ثلاثة ستة للرسائل النصية والويتساب فقط معالي الشيخ بارك الله فيكم قبل أيام كان الناس والمسلمون يتطلعون إلى طلالة هذا الشهر الفضيل المبارك وها هي الأيام تمضي وينتصف الشهر كيف ترى هذا الانتصاف وكيف هي كلمتكم لتدارك ما تبقى من شهر رمضان المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويراه وأن يورينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويدنبناه اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهم سليمان فاهمنا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الواقع حفظكم الله كنا قبل أيام ونحن نستبشر باستقبال شهرنا الكريم ونرجو وندعو الله ونتضرع إليه أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يقبله شبحانه وتعالى منا وأن يجعلنا من عتقائه من النار كنا نأمل ذلك وندعو بما فيه خيرنا وما فيه الأمل من رب العالمين في استجابة دعائنا واليوم بدأ الشهر ومضى منه ذلثة وهو في الواقع في الطريق إلى نهايتها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا وأن لا يجعلنا ممن رغمت أنوفهم ممن أدركوا رمضان وخرج فلم يغفل لهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه والواقع حفظ الله الجميع هو أننا في الواقع نرى أن شهر رمضان الذي بدأ وهو في الطريق وفي عالة كل حال يعني الإنقضى إلى نهايته أشبه ما يكون العمر عمر الإنسان نفسه فعمر الإنسان يبدأ ثم يستمر في الاستمرار في الحياة حتى يصل إلى النهاية ولكن العبرة بمن يستطيع أن يستفيد من هذه الحياة أو أن يستفيد وأن يستفيد من هذه المواسم المتاحة المباركة فأول فيما يتعلق في حياتنا عباد الله ينبغي لنا أن نشعر بأن هذه الحياة ما هي في الواقع إلا مزرعة الآخرة وما هي في الواقع إلا وسيلة من وسائل ما نطمع إليه ألا وهي السعادة في الحياة الآخرة فمن أعطى هذه الفرصة ما تستحقه من العناية والاهتمام والتزود والإكثار من التزود من الأعمال الصالحة ليكون ذلك وسيلة لنا عند ربنا يوم القيامة فلا شك أن هذا في الواقع يعتبر من أكبر ما ينصح المرء لنفسه فالله سبحانه وتعالى غني عنا نحن هو الغني ونحن الفقراء وهو القوي ونحن الضعفاء وهو العزيز ونحن الأذلاء فإذا ينبغي لنا أن نأخذ من هذه الأحوال التي بين أيدينا والتي هي أمامنا والتي نعيشها الآن نأخذ منها الأمثال والعظة والعبرة فهذا الشهر الكريم مضى منهما مضى وبقي منه كثيره ولكن كثيره سيكون قليلا وسينتهي فيجب علينا أن نعنى العناية التامة أن نعنى العناية التامة بالعمل الصالح في بقية هذا الشهر فنحن في الواقع في حاجة إلى أن نأخذ من الباقيات الصالحات ما فيه سعادتنا وما فيه الأمل في أن نكون من عتقاء ربنا من النار ثم كذلك نضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا في هذا الشهر الكريم ليلة القدر هذه الليلة العظيمة التي هي خير من أذ شهر العمل فيها خير من العمل في ألف شهر فهو الله سبحانه وتعالى سميع مجيب ورحمن رحيم وقريب مجيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فعلينا أيها الأخوة علينا أيها الأخوات أن نعنى بما ينفعنا فنحن في الواقع الضعفة إلى الله أن نحن الفقراء إلى الله الله سبحانه وتعالى غني عننا وغني عن أعمالنا وغني عن التقرب إليه منا ولكننا نحن المحتاجون إلى ذلك فعلينا أن ننصح لأنفسنا وأن نعلم أن خير الزاد التقوى علينا أن نتق الله سبحانه وتعالى علينا أن نكثر من أسباب تحصيل تقوى الله فالله سبحانه وتعالى ذكر أن الصوم أو أن من علة مشروعية الصوم هو تحصيل التقوى يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصوم هو من أسباب تحصيل التقوى فعلينا كذلك أن نأخذ بالأسباب المتعلقة في تحصيل التقوى من ذكر الله وتعظيمه وإجلاله والتعلق به وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والتعظيم وأن يكون لدينا الأمل العظيم والتوجه إليه سبحانه وتعالى في تقوية سلتنا ورابطتنا بربنا سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى رحيم بنا غفور رحيم هو سبحانه وتعالى كثير المنة والفضل والنعم والآلاء التي لا يحسيها إلا هو سبحانه وتعالى ومن ذلك إتاحة هذه المواسم هذا رمضان المبارك فيه الخير كله فيه من قامه وصامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الشهر العظيم فيه العسق من النار الله سبحانه وتعالى يعتق في كل ليلة عددا عظيمة ويعتق في آخر ليلة من هذا الشهر الكريم عدد ما أعتقه في الشهر كله فعلينا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يجعلنا من عتقائه من النار وأن يهيئ لنا من الرحمة والمغفرة ما يمكن إن شاء الله تعالى أن يكون سببا من أسباب سعادتنا فعلينا أيها الإخوة أؤكد وأوصي نفسي وأنتم حفظكم الله بأن نغتنم ما نسعد به فنحن الفقراء ونحن الأذلى ونحن المحتاجون إلى رب العالمين والله سبحانه وتعالى أتاح لنا سبل الخير سبل الخير متعددة فيما يتعلق بتعظيم الله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بالإتيان بأوامره من الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى أتاح لنا مواسم الخير فيجب علينا أن نغتنمها هو سبحانه وتعالى أنعم علينا بما أعده لنا من أجل عظيم في سبيل الانقياد وفي سبيل اهتبال فرص هذه المواسم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا شاهدا علينا وأن لا ترغم أنوفنا بخروجه ولم يغفر لنا إنه ولي ذلك والله المستعان أحسن الله إليكم معالي الشيخ عبدالله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام معالي الشيخ عبدالله بارك الله فيكم في هذا الشهر الفضيل المبارك حقيقة هناك نعم كثيرة ومن أهمها أيضا هؤلاء المعتمرين وهم ينعمونا بنعم الأمن والأمان وهذه البلاد المباركة كيف يكون شكر النعم من خلال هذه النعم التي تترى على بلادنا من الله عز وجل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الجواب حفظكم الله أولا هو أننا نحمد الله سبحانه وتعالى ونكثر حمده وشكره وتناء عليه بأن أتاح لهذه البلاد ولأهل هذه البلاد حكاما هم من جلدتنا ومن تربتنا وبلساننا ومن جنسنا والحمد لله فثم إن الله سبحانه وتعالى من علينا بهم فيما يتعلق بوقوفهم أمام ديننا وأمام عقيدتنا وأن تكون تعتها الخط الأحمر لا يمكن تجاوز ذلك نحو النيل من أي مقتضى من المقتضيات الشرعية وهذا فضل عظيم ثم إن الله سبحانه وتعالى هيئ لهذه البلاد منقبة عظيمة ألا وهي خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين لا شك أن هذا فضل عظيم والحمد لله أن الحمد لله بلادنا ممثلة في حكومتنا قاموا والحمد لله على أحسن قيام فيما يتعلق بتحقيق الأمن والإيمان والسلام والإسلام لضيوف الرحمن يأتون معززين مكرمين يبتغون فضلا من ربهم ورضانا يحصلون على الخير الكثير يحصلون على الطمأنينة يحصلون على العناية وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن يجعل ذلك وأن يثبت هذا الأمن وهذا الاستقرار وهذا الرخاء وأن يزيدنا منه وأن يتكرم علينا ويتفضل علينا بأن نصرف هذا النعم العظيمة فيما يحبه ويرضاه لا شك في ذلك ونحن والحمد لله ننظر إلى إخواننا المعتمرين وقد ضاقت بهم مكة المكرمة ولكنها ضيقها من حيث المكان وأما من حيث الفساحة والانشراح والإيمان فهم في الواقع يأسعدون السعادة التامة بما يرونه من مظاهر الإيمان ومظاهر الإسلام ومظاهر الاستقرار ومظاهر الخدمة التي تبدل الدولة في سبيلها الكثير من مجهوداتها المادية والمعنوية وبناء على هذا فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن الله من على بلادنا بأن تكون حامية وخادمة للحرمين الشريفين خاصة ولبيوت الله بصفة عامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من فضله ومن توفيقه ونحن والحمد لله حينما ننظر إلى ما نحن فيه من خير ومن استقرار ومن رخى هذا ما هو في الواقع إلا نتيجة لقول الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا فالحمد لله حينما يكون لدينا الإيمان الكامل والعقيدة الصحيحة السليمة وعلى كل حال الشعور بالأخوة الإسلامية وبدل المزيد في سبيل تحصيل مقتضيات هذه الأخوة لا شك أن هذا والحمد لله إن شاء الله تعالى هذا سبيل من سبل حماية هذه البلاد وأمنها واستقرارها وكبت كل من تسول له نفسه أن ينال من كرامتها ومن عزتها ومن قيمتها ومن اعتبارها ومن رفعتها ومن جميع ما يتعلق بما هي مهتمة إليه وبما هو ثابت من ثوابتها التي تعتز بها والحمد لله والله سبحانه وتعالى حكيم حميد غني سميع مجيب رحمن رحيم والله مستعان أمين وجزاكم الله خير الجزام عن الشيخ عبد الله هذا يسأل يقول هل الصيام في مكة المكرمة يضاعف كالصلاة فيها والله أولا لا يخفى بأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة في مكة عن مئة ألف صلاة في مسوعة ومجموعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تمية وابن القيم وغيرهم وغيرهم من علماء وسلف هذه الأمة يرون أن مضاعفة الصلاة هي في الواقع يعني جزء من الأعمال الصالحة التي تضاعف كالزكاة والصوم والأمر المعروف والنهي عن المنكر ويجميع الباقيات الصالحات وفضل الله سبحانه وتعالى واسع ولا يقال بعض الإخوان يقولوا لا هذا خاص بالصلاة ولا يقاس في العبادات ولكن القول بأن القياس لا يدخل العبادات هذا قول بعض أهل العلم وليس محل إجماع ونحن حينما ننظر إلى المقاصد الشرعية وإلى فضل الله سبحانه وتعالى وإلى ما أنعم به على هذه البلاد على هذه البلاد وعلى مكة المكرمة على وجه الخصوص من مضاعفة الصلاة هو سبحانه وتعالى غني هميد كريم هميد سبحانه وتعالى جدير بأن ينعم على عباده بمضاعفة الأجر وقد أخذ بالقول بمضاعفة الأجر كمضاعفة الصلاة مجموعة كبيرة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بتمية ومنه ابن قيم وابن قيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد مجموعة كبيرة من أهل العلم من سلفنا الصالح من التابعين ممن يرون أن الأعمال الصالحة تتضاعف كمضاعفة الصلاة في مكة المكرمة وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى الله أعلم نعم بارك الله فيكم مع علي الشيخ عبد الله السائل يقول المعروف أن من جامع زوجته في نهار رمضان أن صيامه باطل وعليه الكفارة ومن جامعها وهو صائم صوم واجب في غير رمضان فسد صومه ولا كفارة عليه فما وجه الفرق بينهما نعم الصحيح أن هذا أن هذا الاتجاه وهذا الحكم على هاتين المسألتين هو يكاد محل الإجماع بين أهل العلم على أن من جامع زوجته في نهار رمضان من غير عذر فعليه فعليه مجموعة أمور فساد صومه وتعين إمساك إمساك لهذا اليوم الذي أفسده وتعين قضائه والكفارة التي هي عطق رقبه فإن لم يجد فصيام شارين متتابعين فإن لم يستطع فإطعاموا ستين مسكينة هذا في نهار رمضان أما لو كان يصوم صوما واجبا عليه كقضائه بعض أيام رمضان أو نحو ذلك لكن في غير رمضان فعلى كل حال في من المعلوم بأن هذا الصوم يفسد عليه ولا كفارة عليه وعليه الإذم في انتهاك أمر واجب ولكن ليس عليه إذم محدد كفارة كما هو الحال في جماعه في نهار رمضان المبارك ولعل السبب في ذلك هو في الواقع أن لشهر رمضان وللصوم فيه له فيه حرمة وله فيه مزيد لتقدير واحترام وتقدير وبناء على هذا فلعل وجود الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان أنه انتهك هذه الحرمة حرمة رمضان فهو مستحق للعقوبة المقررة التي جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقريرها أحسن الله عليكم مع علي الشيخ عبد الله هذا الأخ السائل يقول أريد أن أذهب إلى مكة المكرمة بمشيئة الله تعالى في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل المبارك أيهم أفضل للصوم أو الفطر وكذلك الجمع والقصر هل الأفضل التقديم أو التأخير أولا ما يتعلق بالصيام وهو مسافر فله الحق في أن يسوم وله الحق في أن يفطر ورسولنا صلى الله عليه وسلم صام في سفره وأفطر في سفره وقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه ليس من البر الصيام في السفر على اعتبار أن الإفطار في السفر هو في الواقع رخصه من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فإذا على كل حال هذا راجع فنقول إذا كان إذا كان يرى أن مصلحته في سيامه في سفره أو في إفطاره فمجموعة من أهل العمي قالوا ما يراه المسافر في مصلحته هو الأفضل في عبادته فالجمع مثلا للمسافر أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير أيهما أفضل ما كان في مصلحة المسافر فهو الأفضل له سواء أكان جمع تقديم أو جمع تأخير وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى هذا فضل عظيم الله سبحانه وتعالى يسرع لنا العبادة ويكون في بعض أحوالها خيارات ويقول إن الأفضل في هذه الخيارات هو ما كان في مصلحتك يا عبد الله هذا فضل عظيم ولا يستغرب من ربنا أن ينعم علينا بالنعم العظيمة التي لا يحسيها إلا هو ومن ذلك هذا التيسير جزاكم الله خير الجزاء مع علي الشيخ عبد الله ومتواصلين معكم أيها الإخوة ومن خلال هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم علي الشيخ عبد الله بن سلمان المنيعة أحسن الله ليكم يقول حفظكم الله هل هناك دعاء معين في ختم القرآن الكريم وهل لي أن أختم في التراويح أم لا أولا ليس هناك دعاء معين بل على كل حال الأمر ادعوني أستجب لكم ثم كذلك ليس هناك دعاء واجب في من ختم القرآن إن على كل حال يعني دعا بعد ختم القرآن فلعل هذا من أحوال الإجابة وإن لم يدعوا فلا إثم عليه في ذلك هذا شيء واحد الأمر الثاني هل إذا أراد مثلا هو يصلي التراويح النفس الآن والحمد لله المسلمون يصلون التراويح والغالب أنهم يختمون كتاب الله سبحانه وتعالى في صلوات التراويح ويرغبون في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء فنقول أولا الدعاء يختار منهما يراه من الأدعية التي يفتح الله سبحانه وتعالى به عليها وليس هناك دعاء معين يقال والله هذا أفضل من غيره وإنما وإذا كان الإنسان يقول والله أنا والله الحقيقة يعني أعجز من أن أو عاجز أن يكون عندي من الدعاء ما أدعو به وأحب أن أدعو بهذه الأدعية التي طبعت كدعاء شخص الزم بالتيمية ودعاء غيره ونحو ذلك فنقول لا فأس بذلك في الاستعانة إليه كما هو الحال كذلك في الدعاء في الطواف مجموعة الآن يقول هذا ما يقال في الشوط الأول الشوط الثاني الشوط الثالث نحن نقول لا يعين دعاء في شوط معين وإنما يدعو يأخذ من هذه الأدعية التي جمعت لهذه الأشواط ممكن يأخذ بها كلها في شوط واحد أو يفرقها على ذا لكن لا يعتقد بأن كل شوط له دعاء معين هذا لا يمكن أن يكون إلا بتشريع من رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم في ذلك تشريعا بقينا حفظكم الله في الدعاء في التراويح نفسه وعلى كل حال يعني بعض أهل العلم قالوا بجواز ذلك واستدلوا بأن أهل المدينة وأهل مكة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك والإمام أحمد رحمهم الله وهو إمام أهل السنة البعيد كل البعد عن البدع وعن المحدثات يقول له إمامه في التراويح يا أبا عبد الله إذا ختمنا أنهينا القرآن وقرأت قل أعوذ برب الناس وهي آخر شورة في القرآن ماذا أقول فقال ادعو الله لنا ادعو الله حتى يكون لنا دعاء دعاء ختم القرآن ودعاء القنوط فهذا فضل من الله وهذا أحد أئمة السنة يقول بذلك قد اعترض على مثل هذا الشيء بعض إخواننا الغيورين الذين هم والحمد لله معروف لديهم قوة التمسك بالسنة ولكن ينبغي كذلك أن نعرف الفرق بين البدعة وبين ما هو من المصالح المرسلة أو نحو ذلك مما فيه الخير مما فيه التوجه ومما أصله مباح أو أصله مشروع فإذا الحمد لله الله يقول ادعوني أستجب لكم دعوت ربي في صلاتي دعوت ربي في غير صلاتي كله دعاء توجه إلى الله وبناء على هذا فنقول دعاء ختم القرآن إن كان في الصلاة فلا بأس بذلك وإن كان في غير الصلاة فلا بأس بذلك والقول بأن هناك دعاء محدود معين لا نقول به إلا إذا كان هذا القول مبنيا على سنة واردة عن رسول الله سواء أكانت سنة قولية أو سنة فعلية أو سنة تقريرية إذا كان ورد عن رسول الله فعلى العين والرأس وأما إذا كان هذا فما يفتح الله سبحانه وتعالى على عبده من دعاء هو حمد لله مما يجوز له ذلك والله مستعانا نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله يسأل حفظكم الله يقول هل العمرة من الباقيات الصالحات أما الباقيات الصالحات فقط قولا بدون عمل من الذكر الباقيات الصالحات والحمد لله كل عمل صالح وكل قول صالح من الباقيات الصالحات الإكثار من التهليل والتحميد والتكبير ونفس كذلك يعني وتلاوة كتاب الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإكثار من العبادات النوافل كل ذلك باقيات صالحات وكذلك ما يتعلق بالصدقات ما يتعلق بالأوقاف ما يتعلق بالعناية بالزكاة كل ذلك باقيات صالحات فكل عمل تتوجه به إلى ربك على سبيل العبادة فهو في الواقع من الباقيات الصالحات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأخذ بها وقبولها جزاك الله خير يا شيخ عبد الله وبرك الله فيك وفي علمك وأثابك الله بارك الله فيكم يظهر بأن الحلقة انتهت وبناء على هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن لا يحرمنا من تكرار هذا اللقاء مع إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات وأن يهيئ لنا من أمرنا الرشد والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأخوة والأخواتي لهنا وناتي لأختام حلقة هذا اليوم برنامج فتاوى وقد أجاب عن أسئلتكم مع لي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الدوان الملكي جزى الله الشيخ الرجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وأن يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران إنه على كل شيء قدير وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه على كل شيء قدير نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة هذه تحية من الزملاء كافة هنا في الرياض وكذلك الشكر موصول لزملائنا في تلفزيون مكة المكرمة والزملاء في الستوديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بإذن الله تعالى